تراجع تونسي مع بعد مباراة ساندوينز الأفريقية في نصف النهائي دول الأبطال أرقامه تراجعت كثيرا في الدوري تراجعت كثيرا بس يسيبك من التراجع الرقمي أنا عايز أوريك الحاجة اللي لو استغلها النادي الأهلي بشكل كويس عندهم في مباراة الدوري عشان بص أنا ضقيق جدا يعني المباراة الأفريقية ماشيين بشكل كويس جدا بس في مباراة الدوري بعد مباراة ساندوينز يعني الفترة الأخيرة عندهم كوارث دفاعية كوارث دفاعية تعالى تعالى نبص يلا شباب باردونا تعالى دي الأرقام وعبعكيها أوريك شوية صور مهمة جدا هم لها أربع مباراة أربع مباراة في الدوري فازوا في واحدة بس خسروا في اتنين وتعادلوا في واحدة ويسجلوا خمس أهداف واستقبلوا قد يبقى سبع أهداف في أربع مباراة يعني تقريبا معدل هدفين في المباراة الواحدة رقم كبير جدا يلا بينا بس بقى الأهداف ده مدافع التراجي بس هيراجع الكرة زي للحارس ده في مباراة الصفاكسي كمل هاتوا السؤال اللي بعدها بس بس الكرة كانت مع لعب التراجي رجع يا سلام يا سلام بيقول اللعب الصفاكسي خد أسست وهات جول ماشي حلوة كمل فأنت واضح أنه في خلل ما في خاطة فقط التراجي أخطوة كمان فردية أكتر منها جماعية يعني مش أخطوة تكتكية دي كرة برضو كملها واحد وسط أربعة الكرة عادي جدا وسط الأربعة بتنزل للعب آخر ياخد الساكنبول ويسجل منها هدف رغم أنه اللعب اللعب بدماغه كان وسط أربعة لعبين نفس القصة ارجع تاني للسورة اللي قبلها هتلاقي لعيب بسهولة جدا من النجم السحلي المباراة دي خلصت بالمناسبة فوزة التراجي تلاتة اتنين بس الأخطاء كارثية بس أولا هو عدى وفراغات بالجملة الفرقة فاضية وفيه واحد هناك وده رايح كمل كمل السورة عادي جدا ادهاله خلاص جوه الجول وبمنتهى السهولة فأنا بقولك أعندتك بس مثال للأهداف اللي داخل في التراجي بعد مباراة سانداوينز أو اللي داخل في التراجي في المباراة الأربعة الأخيرة عشان تعرف ان الفريق يعاني جدا دفاعيا لعله وعسى شيء يستغلوا النادي الأهلي في مباراتي الزهاب والإياب ترجمة نانسي قنقل